نهاردة جوزي جوميز كانت اختياراته سليمة او افكاره سليمة بتدفع بعدد كبير من الشباب في مباراة اليوم عام بلدات المحلة والله بص يعني انت ينفع جدا نبص الموضوع من منظور ان كان لازم يعمل الميكس في كل خط والحاجات ينفع برضو نبص المنظور تاني ان هو بالنسباله موسم في الدوري منتهي ومقارنة ان عنده موطش في الكاس انا عارف كتير جدا ان الناس هتبص اه بروكسي ومش اسم كبير وحاجة زي كده بس لو تبص من وجه التنظر جوميز خليك انت جوميز جيت على كاس خسرته وكون فدراليا كسبتها ودوري كنت بعيد وبعدت اكتر فالموضوع منتهي فاضل لقاء هيحدد لك مثلا الكاس بتاع السنة الجاة كمان اللي هو احد الاهداف المهمة اللي الزمالك بلعب عليه الماتش اتنين النهاردة الزمالك والخميس بروكسي فترة الراحة اياه 48 ساعة فترة راحة قليلة تبص انت التاريخ اللقاء اللي بينك وبين الزمالك وبروكسي تلاقيه 3 اتنين وراح لأوقات اضافية وتبص فكرة ان بروكسي كان بيلعب على الصعود في دور المحترفين انت كمدرب لازم تقلق ولا تأمن غدر مبارياتك في مصر فالراجل اعتقد ان من ضمن الموضوع ان هو باصص المباريات بروكسي رغم ان انا عارف ان الموضوع حيبان ايها بروكسي لا المفاجآت وردة جدا انا عايز لك السؤال دي ناظرة انا بشوفها منطقية عند المدربين الاجانب كانوا يبص للامور العملية وفكرة انه اللي هكسبه هو اللي هركز معي او اللي عندي فرصة فيه يعني بس مشجع الزمالك ادارة نادي الزمالك لو الزمالك انا هدوري السابع الثامن ده هيبقى عادي لا اعتقد مش عادي طبعا ومش مقبول لان فيه جزء من يعني هيبة الفريق حتى على الفرق المنافسة ان انت كل ما تقابله بيبقى احساس ان انت متفوق عليه لو انت كسرت الهبة دي بتشجع ساعات الفرق اللي يقصدك النهاية يعني فيه ساعات بيبقى حجز نفسي مثلا فريق انت متفوق عليه كل ما تقابله تكسبه وتكسبه فيه احيانا انت بتفوز بالعمل النفسيه دي يعني مسلا الزمالك عنده استرايك على سيرميلة كلو باترة وكان عنده استرايك قبل كده على فوتشر فيه احيانا فوتشر تقدم اكتر من مرة عا الزمالك بس احساس الثقة اللي عند لعابة الزمالك ان موضوع ده تكرر قبل كده بيقدي ساعات الموضوع يخوف بيرامد نفسه هو واحد من المنافسين الكبار على الدولة في السنوات الاخرى دي كلها بيرامد الزمالك كاعبو علي عليه لو أنت بقى جيت كسرتها ساعات بتأدي إلى أن خلاص الموضوع ده بيبقى في عين الفرق التانية بعد كده في مواسم تانية تلاقي خلاص هو استسهل ده وبقى عنده إحساس أنه هو يقدر يكسبك عادي ما أنا كسبتك لسه آخر ماتش بيني وبينك فده نوع من أنواع الحفاظ والنقطة اللي أنت تكلمت فيها كمان يا كريم اللي أعتقد ليه علاقة بالإعلانات والقيمة التسوقية دي نقطة مهمة وإن كنت برضه خليني برضه حط نفسي تاني مكان جميز الرجل جاه أكيد وصل له الإحساس بتاع أنه ماتش السوبر بتاع أفراقيا ده حيقوا موت ووصل له الإحساس ده بدليل أنه أما خسر الكاس الناس انتقضته جامد رغم أنه كان سيطره أداء أفضل لما كسبت دورة ديت له كريدت فأكيد وصل له الإحساس بتاع مباراة السوبر دي والأهمية دي فما تحط له أن نهاية موسم هو مش عارفة الموسم هيخلص إمتى وابتدي يستعد إمتى فلازم يكون عينه هو كمان برضه على التناوب بتاع اللعيبة عشان اللعيبة تبقى واخدى فترات راحة وما يفقدش لعبين حاجات زي كده بينه وبينك اللغبطة برضه بتاعت الموسم ينتهي إمتى والموسم الجديد يبدأ إمتى دي تخلى يوم دير فني يرتبط نرحة